محمد فايز الأمر الذي اعتبره كثيرون في الحقيقة تراجعا في الموقف التركي الذي دعم عاصفة الحزم ما أسباب هذا التراجع برأيكم؟ نعم يعني أعتقد أن هذه الزيارة المهمة في سياق السياسات الإقليمية في المنطقة والتوجهات الإيرانية والتركية وتوجهات أيضا دولة المملكة العربية السعودية في المنطقة يعني كلها أعتقد أنها هي انعكاس وامتداد لسمات منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية كما نعلم هناك حالة من السيولة السياسية على خلفية عدد كبير من الملفات على رأسها الاتفاق الأخير الذي وقع مع إيران أو اتفاق الإطار وبالتالي هذا الملف الإيراني بشكل عام وعلاقات إيران مع دول المنطقة ومع العالم القارجي والعالم الغربي هي في المفترق نعم سيد فرحات نبقى مع الموضوع التركي اليمني يعني كيف يمكن تفسير هذا التراجع في الموقف التركي تجاه الأزمة اليمنية برأيكم يعني في تقدير أنه ليس لا يمكن الحديث عن تراجع واضح فيما يتعلق به الملف الموقف التركي من الملف اليمن هو فقط تم التأكيد على مسألة مهمة يعني يمكن أن لا تشكل تناقض من الناحية الفعلية للموقف التركي هو تم التأكيد على الموقف التضروري التسوية السياسية دون أن يتم التطرق إلى توضيح موقف كل منهما من العمليات العسكرية الجارية بالتأكيد سوف تكون هناك عملية سياسية بعد العمليات العسكرية الجارية وأيضا من الناحية النظرية لا يوجد من يعارض عن تسوية سلمية إذا وجدت هذه التسمية وبالتالي أعتقد أن الموقف في هذه الصياغة كانت صياغة يعني مصاغة بدقة لا تعكس المواقف الحقيقية لكل الدولتين في الحقيقة هذا الموقف يثير تساؤلات بنظر إلى أن الرئيس التركي إردوغان التقى قبل ساعات من توجهه إلى تهران بولي ولي العهد السعودي محمد بن أيف في أنقرة وهنا يعني لهذا يتم مراقبة أي تسريح تركي تجاه الأزمة اليمنية نعم يعني هذا صحيح ولكن في نفس الوقت أعتقد أن الموقف التركي لا يحكمه فقط العلاقة مع المملكة العربية السعودية هناك يعني توافق بالفعل بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا تظل موضوع خلاف بين تركيا والمملكة العربية السعودية من ناحية وإيران من ناحية أخرى ولكن هناك محددات أخرى تحكم الموقف التركي أولها أن رغم التوافق مع المصالح السعودية والرؤية السعودية فيما يتعلق بملفات عديدة ولكن يظل هناك براجمتية تركية واضحة هناك تنافس أيضا خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أيضا في العلاقة مع السعودية هناك نوع من التنافس أيضا بين تركيا والمملكة خاصة أن هناك حضورا للدين وحضورا للإسلام في السياسة الخارجية لكل منهما هل تقصدون الآن زعامة العالم الإسلامي السني أو التنافس بين السعودية وتركيا حول زعامة العالم الإسلامي السني؟ أعتقد أن هناك هذه المسألة شديدة الحضور سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية فرغم التوافق القائم بين الدولتين أو القوتين فيما يتعلق بملفات عديدة ولكن هذا لا يجعلنا أن ننفي أن هناك حسابات أخرى تدفع سياسة الخارجية لكل منهما هناك أيضا تنافس بينهما هناك أيضا مصالح برجماتية تدفع تركيا خاصة المصالح الاقتصادية على ذكر هذه المصالح الاقتصادية سيد فرحات يعني الملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة في زيارة أردوغال لإيران ولعل اقتراب رفع العقوبات عن إيران يسيل لعاب رجال الأعمال للأتراك هل بإمكان السعودية والدول العربية السنية الأخرى تقديم ما هو أفضل الأتراك في هذا الشأن لكسبهم إلى جانبهم برأيكم؟ يعني لا أعتقد أن اللعبة هي لعبة صفرية يعني كل جميع الأطراف يمكن أن تحقق مكاسب بجانب بعض التكاليف التركية أعتقد أنها تراهن على دور كبير أو مكاسب اقتصادية كبيرة من العلاقة مع إيران خاصة مع اقتراب أو حديث عن إمكانية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي مازالت محدودة والعلاقات في جميعها لا تسري أو التجارة الإقليمية البينية بشكل عام بما زالت محدودة بالمقارنة بالعلاقات الخارجية لجميع دول المنطقة بما فيها الدول الرئيسية مع العالم الخارجي شكرا جزيلا لك الدكتور محمد فايز فرحات الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام لإدرسات الاستراتيجية كنت مباشرة من القاهرة